الله أكبر في الأكوان والقدري سبحان من أظهر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المشاهدون الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل حديثنا عن العلامة ابن باديس رحمة الله تبارك وتعالى عليه ابن باديس يا إخواني الكرام لما كان في بيت الله الحرام والتقى مع الشيخ البشير الإبراهيمي واتفق معاً اتفق معاً تفهم في زوج على الرجوع إلى الجزائر من أجل تعليم الأمة ومن أجل نشر العلم النافع كانت عنده ابن باديس وحد النظرة عجيبة للتعليم قال له إن الطريقة التي نستعملها في تعليم النشأ هي أن لا نتوسع في التعليم ولكن نركز على الفكرة الصحيحة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال له العبرة ما هيش لما نكثروا 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 المعلومات خاصة إذا كان الطفل صغير وإنما نركز في التوجيه وفي التربية وفي التعليم على الأفكار الصحيحة لازم تكون فكرة صحيحة يستوعبها التلميذ يفهمها يآمن بها يعمل بها هذا هو العلم النافع فهذا الهدي يا إخواني الكرام تعيب بن باديس أو هذه الفكرة إنما استقاها واستلهمها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يا إخواني الكرام صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله رب العالمين ليصحح الأفكار الخاطئة النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثوا رب العالمين بعثوا من أجل هداية الناس والأخذ بأيديهم ومن أجل أن ينزع الأفكار الخاطئة من عقولهم الناس كانت عندهم فكرة خاطئة عن الإله كانوا يعبدوا الأصنام الناس كانت عندهم فكرة خاطئة عن الوجود ما كانوا عارفين عليها خلقهم ربي سبحانه وتعالى ما كانوا عارفوا الإيمان بالبعث والغيب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمهم الفكرة الصحيحة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بالحسنة وكان يناقشهم بالحسنة قال رب العالمين قل من يرزقكم من السماوات والأرض وإنا أوياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين النبي عليه الصلاة والسلام كان على الحق وعلى الهداية لكن كان يقولهم الفكرة الصحيحة واحدة مش انترك صح ونصح كان يقولهم واحد في ناره غالط فكان يدعوهم إلى الحق بالحسنة وبالحكمة صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ابن باديس يا إخواني الكرام رحمه الله كان يقول للبشير الإبراهيمي لما نرجع ونعلم الشباب ونعلم الناشئة لازمنا نعلمهم الفكرة الصحيحة والعلم الصحيح ما قيمة الإنسان إذا كان يحمل شهادات ولكنه يؤمن بفكر مسموم لا علاقة له لا بالإسلام ولا علاقة له بالتنمية ولا علاقة له بالبناء لما تكون أفكار مسمومة يآمن بها الإنسان هذا الأفكار لا تسمى علما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يا إخواني الكرام العلماء لما عرفوا العلم ماذا قالوا قالوا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما المعلومة يا إخواني الكرام لما كانت موجودة في الواقع حقيقة فهذه المعلومة لا تسمى علما وإنما تسمى خرافة وقد تسمى ظلال وقد تسمى فساد على حساب المعلومة المعلومة يا إخواني الكرام لا تسمى علما إذا لم تكن موجودة في الواقع صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نعطيكم مثال لما جاء على كل حال داروين ودار وحد النظرية وركم تعرفوها اللي هي نظرية التطور النشوء والارتقاء هذا النظرية يا إخواني الكرام دارها إنسان بشر وتعلموها أجيال وأجيال وأجيال على أساس أنها مادة علمية على أساس أنها فكرة صحيحة ولكنها فكرة خاطئة المعلومة إذا لم تكن يأيدها الواقع هذه لا تسمى علما تسمى خرافة وتسمى ظلال فداروين قال لهم أن أصل الإنسان قرد كما تعرفوا القصة على هذه النظرية مع أن الواقع يثبت أن القرد يختلف على الإنسان في المورثات التاعو في الجينات التاعو في الكروموزومات التاعو رب العالمين خلق القرد وخلق الإنسان مستحيل أن القرد هذا تطور 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 حتى وصل وأصبح في صورة هذا الإنسان الذي خلقه رب العالمين في أحسن التقويم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه الفكرة خاطئة أن الإنسان أصله قرد ما هي الفكرة الصحيحة؟ الفكرة الصحيحة هي ما المطابقة للواقع هي ما قاله رب العالمين وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْطِينَ فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُظْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُظْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ إذن ما دخل هذه النظرية التي قيل أنها فكرة وقيل أنها علم هذه ليست علم لماذا؟ لأنها لا تتطابق مع الواقع ما عندهاش أساس في الوجود ليس لها أساس إذن الفكرة الصحيحة التي دعا لها ابن باديس رحمة الله عليه قال باش ما نقروش الناس الخرافة وباش ما نقروهمش الضلال صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نجيب لك المثال آخر يا إخواني الكرام العلم حتى يسمى علماً لازم يكون مطابق للواقع كي الناس مثلاً يقرأوا علم اللاهوت وعلم الناسوت إنسان يقرأ 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 حتى يدي درجة عالية من العلم يدي الدكتوراه في علم اللاهوت يقرأ في جامعة وهو يؤلف كتب وهو يلقي محاضرات ويتأثر بكلامه لا أقول فرد أو فردين أو ثلاثة أجيال من البشر يتأثرون به ويقولهم في الأخير الخلاصة على الفكرة أن عيسى ابن الله اللاهوت يعني عيسى فيه شيء من الناسوت الإنسانية والبشرية وفيه جانب من اللاهوت لكن هل الواقع عيسى ابن الله هل الواقع يؤيدهم على أن عيسى ابن الله أو على أن عيسى هو الله هذه الفكرة ليست صحيحة وبالتالي لا تستحق أن تدرس أو أن تعلم لأنها ليست علماً لماذا؟ لأنها مخالفة للواقع لأن عيسى عليه السلام نفسه قال قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيئا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم هذا الكلام مشكل يقالوا عيسى نفسه عليه السلام هذا عيسى لرني مختلف فيه عليه أنا وأنت أنت يتبع عندك فكرة علم اللاهوت وأنا عندي العلم اللي هو تعالى القرآن والحقيقة تتقول هو ابن الله وهذه فكرة عندك أنا نقول بله هو عبد الله وأن الله ربي وربكم عيسى قال لهم أربي الله اللي هو ربكم هو ربي الله عز وجل فاعبدوه هذا صراط المستقيم إذن يا إخواني كرام شفتوا الفكرة تعي بن باديس ابن باديس قال لك باش نعلم الناشئة لازم نعطي لهم المعلومة الصحيحة أما الأفكار الخاطئة والأفكار المكذوبة والأفكار المغلوطة والأفكار المسمومة هذه لا نعلمها أبناءنا ولا تسمى علما للحديث أيها الأحباب الكرام بقية إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أظهر التوحيد للبشر الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أطهر التوحيد للبشر